أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة إفر جيفن بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة وذلك بعد تبريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين كان رئيس الهيئة قد وجه باتخاذ كفة الإجراءات وتدبير التي تكفل عبور سفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشد الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة وتخصيص القاطرتين مساعد واحد ومساعد اثنين لمصحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة وفي هذا الإطار أكد الفريق ربيع أن عبور سفينة البنمية مجددا في رحلتها رقم 22 عبر القناة يعكس مدفقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة هذا وشهدت حركة الملاحة بالقناة ليوم عبور 62 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمال حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن ترجمة نانسي قنقر